مع كابتنك كابتن احمد ناجي مدرب حراس آآ مرمى آآ سموحة يا كابتن احمد اهلا وسهلا آآ بحضرتك مسائل فلو هارد لك. ابراهيم وحشني جدا وآآآ يعني. مستخدك. بنا بيركلف عمرك يا رب. الله يخليك. طبعا زي ما انت قلت في التعلم يعني. يوم خمس دقايق اللي اتخطفت بعض الاخطاء الفردية يعني. ايه. آآ لكن كلها بتكتيك زي انا قولك او فعلها بجماعي او تنظيم باعي ناحية جماعية او التنظيم الهكومي. احمد شغل فيه بشكل رائع جدا ويعني آآ مدرب آآ فهم شكله جدا 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 جدا. اشتغل بمجموعات لعيبة. آآ لما بيبقى فيه توفيق عندنا آآ بيبان شكله قويس جدا جدا لكن لما زي مرشي نادله لكذا ما كان فيه بعض الاخطاء الفردية. اللي هي مش متوقعة لكن كرة القدم بتحصل يعني. آآ آآ نتمنى ان شاء الله اللي الجاي يكون افضل وآآ هو يعني زي ما انت وانت جسور هو جسور جدا. آآ آآ ومسابر وآآ مكافح وآآ طبعا كل الجهات الفني. والله والله انا انا بشوف فيه مميزات بس انا هكلم حقاك بصراحة برضو كابتن احمد انا النهاردة برضو كنت بعمل مداخلة مع آآ مهندس فرج عامل رئيس نادي آآ سموح الصبحة في الراديو. والحياة بسطة جدا من رد فعل الرجل. هو مغلوب آآ فرقته مغلوب اربعة آآ صفر بس بيقول لي يعني كابتن احمد ساي مدرب مميز جدا. وعنده طريقة لعب وعنده آآ فكرة وعادي جدا ان احنا نتغلب واحنا مكملين ونحب ان هو يكمل معانا. دي حاجة دي برضو بتفرق لما لما انا يعني الاقي الاضارة في ظاهري في وقت ما انا ما بتغلب بتهيألي بتهيألي بتديلك حتى كمان دفع مع نوية. طيب خلينا سأل حاجة في جزئية لي علاقة بالهاني آآ سليمان. كلام طبعا من مبارات مبارح الهاني سليمان يتحمل آآ من هزيمة آآ لقاء الامس آآ الكرة بتاعت حسين الشحات البعض حمله الكرة كمان الاولانية. خلينا اسأل حضرتك تقييمك ايه للهاني سليمان? لا وبص دايما انت عارف انت يعني احنا عشرة وعمره. ايه. الفرقة ما بتتغلب الفرقة كلها بتتغلب. صحيح. الفرقة كلها بتتغلب. لكن انا موقف نظري. ان الاهداف اللي استقبلناهم بها هي اهداف صعبة. يعني. مطراب. يعني. اه خمسة ستة يرجى واللعيب يتحكم في اتجاهاته. اه. اه صحيح في الدقيقة لكن اه سرعتها اكتر من. اه. من من التلبية اللي كانت عن دهاني. فما انا ما بحملوش حاجة خالص. حقيق يعني انت عارفني لو عد في اي حاجة هقول. اه. لكن انا فعلا ما بحملوش اي اه حاجة من الاهداف خالص يعني. ولا. اكثر الكرتين ثلاثة يعني انفراضات وشكله فائق. وآآ يعني كبنات الهاجمة كما مايز جدا. اه لا يعني انا مش شاف الاهداف انا مش بحملو حقيقي مش بحملو سياحة. طيب. هل برضو يا كابتن ناجي. هل حاجة بتقول كده علشان عايز تحافظ على اللعيب بتاعك ولا فعلا دي قناعاتك انه. طيب اللعيب بتاعي ده خبرة كبيرة جدا. اه. مش تمييز عشان. لا ده مش ده مش مش تمييز حشل اللي. ده دفاع يعني حماية للعيب بتاعك. اه. لو في عنده اي حاجة اه. اه. قال له بشكل اه حاسم يعني. لكن انا بوجه تنظلها انا شفت الاعدادات كتير. اه. رجعتها. اه لا فيها تنين ضد واحد وفيها تلاتة ضد واحد. اه. كلها ده يحصل فيها يعني جيم بين اللعب والحرس اه. وطبعا لقد اه. 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 قدرات اللعب في النادي الاهل اللي جي. المتنيز زي. اه. صحيح. طيب. اه. اه. اخرج برة اطار سموحة. واسأل حضرتك على المنتخب الوليمبي وشايف ايه في فكرة اختياره التلاتة. اه. الحراس محمد الشناوي. اه. اه. جاد يا يا صبحي. اه. اعتقد انه جاد لانه صبحي هو الاساسي قبل كده. ايه. لكنه حيكون في في القائمة الاحتيافية ايه. اه. اه. لكن الشناوي ده يعني وجوده مهم بشكل اه. اه. يعني ملح يعني خبرة سبيرة ولعب كتعالم. وعنده من الخبرات ان هو يقدر يعني. اه. الفرقة تركن عليه بشكل دايد جدا. صحيح. طيب اخر حاجة باخر وانا باختم مع حضرتك بقى عايزة باركلك على اله الديوان. يعني واعرف اه. اه. والله انا انا مفروض ان اذا كنت اروح المعرض بخالة دول الكتاب. اه. لكني ما كانش عندي نفس ان انا. اه. 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 بالحد اوه اشوف حد واعتذرت للناس اللي كنت اه. يعني اعلنت ان انا عبا اكون موجود في الظاهر انه اروح بقاتل ناشر. اه. لكن اه. طب يلا احنا مع بعض يا او يا او محبينا كلهم سمعين انا هتروح امتى علشان خطر الناس تبقى موجود? يلا. اروح يمكن يوم اتناشر ان شاء الله باذن الله. يوم اتناشر تبقى موجود ده حفل توقيع الديوان اه بتاع حضرتك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وطبعا الديوان اهزاء لروح الخال عبدالرحمن الابنو دي كله فيه حاجات كتير من روح الخال. اه. اه. يعني اه. انا طبعا حاولت اه اه اتواصل مع سيد الناهيل كمان ديوته عشان كمان كريت لو تحضر الحفل التوقيع لنا. مهمة جدا ان الخال قيمة كبيرة جدا عبدالرحمن الابنو دي. صحيح. اه. ان شاء الله ان اتواصل معه وان شاء الله تكون. ان شاء الله باذن الله. كابتن ناجي انا بشكو حياك شكرا جزيلا. والاكهارد لك على نتيجة نوتش مبارح وببارك لك برضو على الديوان الشعري. وكل تمنياتنا الحياك بالتوفيق ان شاء الله باذن الله في كل موقات. بشكو حياك شكرا جزيلا كابتن احمد ناجي مدارك. اشتركوا في القناة